جراح إنجليزي اسمه ويليام ليتل هو أول من قام بالكشف عن مرض الشلل الدماغي عند الأطفال سنة 1860 وفي سنة 1897 أضاف العالم المشهور سيجموند فرايد عدد من التفسيرات لأسباب الإصابة بالشلل الدماغي ومع السنين توالت الأبحاث وأحصائيات الرصد لأسباب وأعراض ومضاعفات الإصابة بالمرض ده وطبعاً سبل العلاج المتعددة مع ذلك فيه أكتر من سبب بيسببه دايماً الألأ فيما يخص الشلل الدماغي أبرزهم أن أعداد الإصابة بيه حول العالم مش قليلة لما نعرف أنه في أمريكا الوحدها بيصاب أكتر من عشر آلاف طفل سنوياً فالوضع مخيف في الدول النامية والفقيرة وقد ما يحتاج هذا المرض من مواجهة علمية وطبية يحتاج أيضاً إلى مزيد من الجهود المخلصة للتوعية بيه وبث الأمل في نفوس آباء وأمهات الأطفال المصابين خصوصاً مع الاكتشاف المبكر والمتابعة الدقيقة مع الأطباء المختصين أهلاً بكم النهاردة حلقة لأول مرة نتكلم على الشلل الدماغي حلقة بعد السنين الطويلة دي أول مرة نتحدث عن حالة مرضية في الجنسة العصبي مخيفة جداً ومثيرة جداً الهاشل الدماغي بيحدث قبل الولادة الأسباب يعني بيحدث بسبب حاجات تحدث قبل الولادة ممكن جداً ضعف الدورة الدموية، تعرض الأشياء السينية ممكن أثناء الولادة بيحصل نتيجة استخدام كان فيه زمان حاجة اسمها الملقاط أو الجفت زمان هنتكلم عليه بعد الولادة ممكن إصابة الأطفال حديث الولادة بالالتهاب في الجهاز التنفسي وأيضاً عيوب القلب تلعب هذه دور مهم في الشلل الدماغي الأعراض كثيرة زي تراب المشي، دعوبات الصراعية اترابات الكلام، صلبة الأعراضات وتشنجها كل ده بيحصل في الشلل الدماغي قصة مخيفة جداً تعالوا نفهمها عن قرب أكتر ونقرب من هذه الخضية الطبية شديدة الأهمية، شديدة الإنسانية ضيفي العزيز، نعرضه اسمحوا لي نرحم به دكتور حازم الشيخ أخصائي المخ والأعصاب الخاص بالأطفال وعضو الأكاديمية الأمريكية لأعصاب الأطفال وزميل جامعة موريات الأمريكية اسمه تميز، أهلاً بك دكتور حازم أهلاً بك دكتور عامل منورة الحقيقة هو سؤال كلاسيكي، هبدأ به الحوار ما هو الشل الدماغي؟ تعريفاً وميكانزماً، يعني إيه هو؟ إيه اللي بيحصل؟ شل الدماغي طبعاً هو مرض السي بي ده طبعاً سريبرال بولسي سريبرال بولسي، اختصار لكلمة سريبرال بولسي ده طبعاً معروف عند العالم كله عند الأهالي يعني فيه أهالي ساعات بيجوا مثلاً العيادة يقولوا أنا ابني عنده سي بي أول ما يبدأوا كلام مع الدكتور طبعاً السي بي ده هو أعاقة حركية نتجت عن حدث حصل للطفل قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة قد يكون هذه الأعاقة مصحوبة بأعاقة ذهنية وقد تكون غير مصحوبة بأعاقة ذهنية وده اللي هنوضحه بعد كده في بعض الأنواع إيه الأسباب؟ إيه اللي حصل؟ طبعاً زي ما لسه قال لحضرتك قبل الولادة ممكن الأم تتناول بعض الأدوان محظورة وده طبعاً لازم ننبه لكل الأمهات أثناء فطة الحمل لازم لو هتاخد حتى لو حبيت أسبرين أو حاجة للصداع أو حاجة زي كده لازم تستشير دكتور النساء بتاعها قبل ما تاخد أي حاجة عشان ما تدخلش بعد كده في الطفل يجيله مضاعفات أو يجيله سي بي أو حاجة زي كده طبعاً برضه تعرض الأم الإشعاء أثناء الحمل ده ممكن يعمل شلل دماغي ممكن برضه تناول الأم الكحليات أو التدخين يعني الأم اللي ممكن تكون مدخنة ممكن تأثر على البيبي بتاعها بعد كده يعني التدخين حتى لو هو سلبي كمان يعني احنا بنقول للتدخين السلبي بيدخل بنسبة 40% للشخص اللي جاد بل لو الجزء هم داخل نفس القصة نفس القصة نحنا نحاول نتجنب لأن الأعداد بتتزايد أثناء الولادة طبعاً أشهر سبب هو نقص الأكسجين طبعاً زمان زي ما حددتك وضحت الشفاط أو الجفت كاننا بنستخدمه بالتوز ده اه فإحنا برضه بنحذر يعني أثناء الولادة لازم يكون حاضر دكتور أطفال مع دكتور النساء ما نستهزاش بالموضوع ده لأن نقص الأكسجين ممكن يحصل لثواني الثواني ده هينطج معاه إعاقة تفضل طول العمر بعد الولادة طبعاً بعد الولادة ارتفاع الصفر عند المواليد ممكن يؤدي إلى كرنكتراس يؤدي إلى المرض السي بي برضه بنحذر الكرنكتراس اللي هو الترص بالبلروبين داخل المخ أو داخل جزء في المخ ده بسبب ارتفاع الصفر عنده بحد معاه لأنها كل يوم بيكون ليه حد معين مسموح بيه طبعاً في بعض الأهالي بتطنش برضه يعني الطفل الصفر بتاعته بتاعلى هو يقول لا دي صفره فيسيولوجيه لا ما تقلقش حاجات زي كده لا ممكن الصفره ترتفع في أي وقت وانت ما تاخدش بالك مش هيمنع اللي احنا نعمل تحليل ولاه بسيط التحليل ده مش هيكلفنا أي حاجة فيه أهالي كتير بيخافوا اللي هم يعملوا التحليل بلروبين عشان الولد هيتشك مش أكتر ولا اللي هو بتاع الصفر اه وده ينتج عنه بعد كده ممكن يحصل كرنكترس ويحصل إعاقة برضه هتكلفنا يعني وقت وجهد بعد كده احنا بغنى عنها ممكن برضه لو حصل للطفل بعد الولادة لقدر الله أكسيدنت حادثة ممكن يحصل نقص أكسجين ولاه بسيط يحصل معاه برضه السي بي ممكن الطفل لقدر الله لو داخل برضه يعمل عملية ولاه بسيطة يحصل أثناء التغدير يحصل نقص أكسجين بسيط ممكن ينتج عنه السي بي الشلل الدماغي طيب أنا هعايز أقول سؤال كلاسيكي برضه نسبته قديه في مصر الشلل الدماغي هو الأعداد بتتزايد آخر إحصائية بتقول اللي وصلنا لتنين مليون طفل دلوقت في مصر اتنين مليون طفل آخر إحصائية والإحصائية دي يعني قديمة من ثلاث أربع سنين ممكن دلوقت تكون زاد العدد عن كده الكحليات السجاية بتلعب دور كتير كبير أخذ الأدوية الغلط طبعا يلعب دور طبعا سؤال برضه تاني المرض دوت وراسي لأنه في ناس كتير بتفكر أنه وراسي ده برضه ده سؤال مهم جدا لأن الأباء والأمهات بيكونوا متخوفين جدا من قصة الوراصة إحنا لما بنيجي نعرف السي بي بنقول اللي هو نان هيردتري يعني مرض غير وراسي فنحب نطمنهم كلهم السي بي يعني دايما السؤال على طول هو أنا يا دكتور ممكن أخلف تاني والطفل يكون سليم آه طبعا ممكن تخلف تاني والطفل إن شاء الله يكون سليم لو الإصابة متأكدين اللي الطفل ده فعلا سي بي مش أي مرض وراسي تاني نتطمن جدا يعني لأنه في أمراض وراسية فيها شبه منه في كتير جدا في كتير جدا أمراض وراسية فيها شبه منه لازم نفرق بينها ولازم حنكون أكيد متأكدين من ديانوزيس اللي الطفل ده سي بي فخلاص نتطمن بعد كده العادي اللي إحنا ممكن نحمل تاني مفيش أي مشكلة لأن السي بي مش ورد وراسي السي بي اللي هو الشلال الدماغي أنا عزا نتكون نحفظ بقى السر اللي هو اختصار كلمة سريبرال بونسر المرضى كلهم عارفين كلمة سي بي زي ما أقول لحضراتك في العيادة بيجوا يقولوا أنا الطفل سي بي سي بي الشلل الوراثي شلل آسف الدماغي اللي هو مش وراسي هل هو مميد؟ هو برضو ده من ضمن التعريفات بتاعته اللي هو نون فيتل لما كنا بنتعلم في الكلية الشلل الدماغي السي بي نون فيتل يعني نطم برضو ده السؤال بنتسأله كتير ييجي مثلا الأم والأب منهرين يا دكتور أنا في حد قال لي لابنك هيعيش لغاية سن خمس سنين هيعيش لغاية سن عشر سنين خمس تاشر سنة وهكذا ده نحن فيه آه بعض الأمراض الوراثي اللي إحنا نقدر نقول اللي هي ليها أعمار معينة لكن السي بي نون فيتل ده حاجة نكون متأكدين منها ومتطمنين منها كويس جد مش قاتل لا مش قاتل برضو فيه تنويع للشلل الدماغي يعني فيه أنواع ولا هي لحسب الأسباب لا طبعا فيه أنواع كتير للشلل الدماغي أهمهم أول نوع الكوادر بليجيا ده بيأثر على الأطراف الأربعة الإيدين والرجلين ده غالبا بيكون مصحوب بأعاقة زهنية يعني الطفل بيكون المنت التي بتاعته قليلة ده ممكن ببعض الأدوية اللي إحنا نساعد للطفل يبقى أحسن عقليته يبقى زكاء قليل شوية هو غالبا بيتولد بيقصدي بيكون الطفل معه يعني إعاقة زهنية الكوادر بليجيا بس فيه طبعا زي ما تحددك عارف اللي فيه رير كيس اللي الطفل يكون زهنيا سليم وكويس وبيتكلم ومع بعض الأدوية حتى لو هو معه عقا زهنية ممكن اللي إحنا نوصله اللي هو يتكلم بعد كده إن شاء الله ده النوع الأول اللي هو الرباعي الرباعي ده ما بيتحركوش المهم النوع التاني ده الهيمي بليجيا ده بيكون مأثر على طرفين فقط يعني الإيد اليمين مثلا مع الرجل اليمين أو الإيد الشمال مع الإيد الشمال ده بيكون غالبا غير مصحوب عقا زهني يعني الطفل بيتكلم وكويس جدا وممكن في الدراسة يكون كويس مفيش أي مشكلة معي النوع التالت ده الدي بليجيا ده بيكون مأثر على الطرف الصفلي فقط يعني الرجلين فقط ده غالبا برضه بيكون غير مصحوب عقا زهني يعني الطفل بيتكلم وكويس برضه النوع الأخير هو أصعب من أنواع ديستونيك سي بي ده بيكون مصحوب بحركات لا إرادية يعني الطفل طول ما هو قاعد مش ثابت على وضع وبيتحرك يمين وشمال مش قادرين حتى بالأدوية نسيطر على الحركات اللي إرادية وده النوع ده دكتور أيمن يعني ممكن يعني من بعد الولد على طول نبدأ لأن الأعراض أي طفل سي بي أو طفل عنده دمور في المخ ما بيبنش وهو في سنه صغير يعني دايما حتى الأباء والأمهات يجوا يقولوا اللي أنا على فكرة دكتور أنا ابني كان كويس لغاية 6 شهور بعد كده حصله هو ما كانش كويس ولا حاجة بس الأعراض ما بدأتش تظهر عليه قال لف سنه 6 شهور الدستونيا بقى بيبن من أول يوم الدستونيا ده لحركة لا إرادية حركة لا إرادية الطفل من أول يوم بيبكي بكاء شديد بيتلوي يتشخص بالمغس يتشخص اللي هو جعان يتشخص بحاجات كتير جدا ممكن شخص حصية لبن حاجات زي كده وهو في الآخر وهو عنده دستونيك سي بي عشان كده هو بيتلوي كتير وبيعيط كتير بمجرد ما بنبدأ بعض العلاجات معه بيبدأ يعني يهدى شوية من الحركة دي إن شاء الله يبقى نشال الدماغي مع حركات لا إرادية طبعا الأنواع دي كلها قد تكون فيها سباستيستي يعني شد جامد وقد تكون الطفل مرخي فيها يكون طبعا الأسباستيستي بتبقى أصعب شوية من الطفل الهايبوتونية بيكون سهل شوية في العلاجات أسباستيستي هنتلاقي العضلات مخشبها شد جامد شد عضلات تريد تفرد إيده مش عايزة تفرد تبقى صعرة شوية غير لما تكون إيده سايبة إيده سايبة مع الفيزيوسيرابي والأدوية بيكون أسهل شوية من الأسباستيستي بحنا كده قسمنا الأنواع إلى نوع ممكن يصيب مثلا الأربع أطراف فيه نوع يصيب الإيد أو الرجل مثلا اليمين فيه نوع بيصيب الرجلين الرجلين فقط فقط وفيه نوع بييكي مع حركات الإيرادة مع حركات الإيرادة كويس ده غالي بقى بيكون في الجسم كله برد إزاي نشخص أنت فعلا سيبه طبعا بيبدأ يبان على الطفل ممكن نبدأ نشخصه من الشهر الرابع الطفل ده مفيش هيد صبورت طبعا إحنا عارفين اللي الطفل بيبدأ يصلب دماغه من الشهر الرابع يصلب دماغه آه يعني دماغه ما تقعش مرة واحدة دايما هو قادر يسئ إنت حضرتك هتيجي يا دوبك لو حاولت تشيله كده هتلاقيه ما بيقومش معك الطفل في السن ده تيجي تشيله تلاقيه بيحاول يقوم معك ده لأ دماغه ترجع وراء على طول تقع طبعا بتقع آه برضو عن سبع شهور هتلاقيه نايم ما بيقدرش حتى يصلب دماغه يقعد والصبرت يعني يقعد يقعد ممكن نسنده من هنا ومن هنا من هنا آه يقعد شوية ويقع آه وهكذا لغاية ما يبدأ تسع شهور وفي أطفال بدر يبتعمل كده آه تقدر تقعد آه عن تسع شهور يقدر يقعد عادي يقدر يقعد طبعا لو هو برضو ممكن نلاقي الانتباه بتاعه قليل شوية عن الطفل الطبيعي يعني أنا بلاغي ما بيضحكش مش عارف مامته مش عارف أي حد طبعا دي كلها مؤشرات وعلامات اللي الطفل ده ممكن يكون فيه حاجة مه ده يبقى الكلينيكية الملاحظات التركيز في كلام اللي انت قلت وده مهم قوي أكيد طبعا أكيد فيه فيه أشعات ممكن تساعد هي طبعا الأشعات الرنين والأم ومرأي ممكن تساعد بس في حالات السي بي غالبا ممكن ما تبانش حاجة في الأشعات دي يعني ممكن نلاقي الأشعات سليمة 100% المخ تشريحيا سليم بس أكل نكيا ظاهر على الحالة عكس البرين أتروفي نلاقي الأتروفي باين في الأشعات البرين أتروفي اللي هو دمور المخ دمور المخ بسبب إيه بسبب مثلا بسبب أي سبب يعني بيبان في الأشعات وساعات في حالات يعني قليلة نلاقي الأم ورأي مبينة للطفل ده حصل نقص أكسجين أو حاجات زيك هروح لطرق العلاج با ايه سليب العلاجات هو طرق العلاج طبعا يعني الموضوع ده شائك وصعب شوي لأن كان متعارف عليه عند الأطباء كله يعني مالوش علاج العلاج الوحيد ليه هو الفيزيوسيرابي ده طبعا اللي تعلمناه وكل الناس عارفاه بس في الفترة الأخيرة لاحظنا الأطفال السيبي مع العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي اللي اتنين مع بعض مكملين لبعض بيحصل تطور مزهل وكويس جدا مع الحالات يعني ما بقولش اللي الطفل يبطل جلسات علاق طبيعي ولا دكتور العلاج الطبيعي يقدر يقول اللي الطفل ما ياخدش أدوية ده مكمل لده طبعا هو الموضوع فيه ناس ما بتستسقوش يعني فيه دكتور تطور يقولوا اللي ما فيش أي علاج للسيبي كعلاج دوائي كعلاج دوائي بس هو يعني بيبدأ يلاحظ لما الطفل بياخد دول هو بيتغير معاه فبيبدأ بعد الأطباء بدأت تقتنع بين الموضوع ما بنقولش اللي فيه علاج في العالم كله متعارف عليه يعني هو اجتهادات برضو لبعض الأطباء اجتهادات شخصية تمام يعني مدارس تقدر تقول كده اتجاهات علمية اتجاهات دور حوالين ايه الميكانزم زود الدم فيه طريقتين أول طريقة هي طبعا مش اختراع ولا حاجة مش حاجة جديدة أدوية كلها متدولة فيه أدوية بتشتغل على الجهاز العصبي على العضلات على الحاجات دي بتأول الجهاز العصبي والأدوية كلها موجودة يعني زي الأرجينين زي السوديوم البوتاسيوم الماغنيسيوم الجلوكوزاميل السيوتاسيك أسد كل وفيتامينات فيتامين ب12 فيتامين دل ممكن يكون فيه نقص فيه دي بعض الأدوية دي بيوظفها الدكتور على حسب احتياجه وعلى حسب الحالة اللي قدامه تاني ميكانزم بنعتمد فيه على المرونة العصبية الخيار المخ دي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى فيه بعض الخلايا اللي مثلا مش بتقوم بدورها بعض الخلايا الأخرى ممكن لو احنا ادناها بعض الأدوية ممكن تحل محل الخلايا دي وتقوم بدورها طبعا هي مش هتقوم بالدور 100% بس لو وصلنا حتى الـ 80% اعتبر كويس جدا زي دائما أنا أشبهها بمثلا منطقة قطعت فيها الكهرباء فيه مثلا حنعمل تصليح في المنطقة دي لمدة يوم ممكن احنا نستعين من المنطقة المجورة بمحاول مثلا يشغل المنطقة دي مش هيكون على نفس الجهد بس هيشغل لغاية مانا أقدر أصلح العطل اللي حصل ده هو اللي من اعتمد فيه على المرونة العصبية لخلايا المخ ودي يعني فيه أطفال كتير جدا الحمد لله أطفال سي بي مش عايز أقول هي وصلت للطبيعي أو أقل بحاجات بسيطة اللي يشوفها ما يلحظهاش بس دي برضه بتعتمد على درجة الإصابة يعني الطفل اللي بيبى فيه هايبوتونيا بيكون ده سهل جدا بالنسبة المرحي فيه رخرخة في عضلاته في ملبس مع العلاج الطبيعي ولا العلاج الدوائي بنقدر نشد عضلاته كويس يقدر يكون كويس جدا الطفل اللي فيه سباستستي بيكون صعب معانا شوية عضلاته متشنجة عشان الناس برضه ما تفهمش الموضوع ده يعني طفل مثلا زي اللي احنا شايفينه على الشاشة ده احنا مش عايزين نوصل للحالة دي يعني احنا لأ مع العلاج بدري ممكن نوصل للطفل ان شاء الله يكون كويس على حالة نوصل لحالة القاعدة التام القاعدة التام عايزين نخلي يتحرك يقدر يمشي يقدر يروح ويجي ويروح شغل العلاج الدوائي بيساعد يعني هاخد في العلاج الفيزيو سيرابي جهد مثلا ثلاث سنين يمكن يبسنع مع العلاج الدوائي بإذن هو تعاون بين العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي طب هل فيه تدخل الجراحي مقترح في الفترة الأخيرة دي فيه بعض العمليات للحالات الزباستيستي الشديدة وحالات الدستونيا بتقدر تسيطر على الحركات اللائرادية وتخفف الشد ده زي عملية الاس دي آر دي بتعتمد على القطع الانتقائي لجزور الأعصاب الترافيات دي بتتعامل برا مصر فيه دكاترة في أسبانيا وأمريكا بتعملها وفيه بعض الدكاترة هنا في الفترة الأخيرة بدأوا يعملوها وهي جراحات نكحة إلى حد ما وأمل كبير برضو للحالات دي لأن الحالات دي مع العلاج الدول والعلاج الطبيعي ممكن ما تجيبش النتيجة المطلوبة وخصوصا في الدستونيا الحركة اللائرادية المصاحبة للشالة للدن طبعا ايه اللي انت عايز يقوله كرسالة لكل الناس اللي تسمعنا النهار ده عشان يركزوا قوي في تعاملهم مع أطفالهم وخصوصا برضو يعني أنا في رأيي أنه دور الوقاية مهم قوي في التعامل بالنسبة للأم احنا لسه بنتكلم في الأسباب قبل الولادة مثلا لو الأم ممكن تاقي الحاجات دي لا ما احنا لازم نعملها وانا ليه يبقى عندي طفل فيه مشكلة حتى لو هو ربنا هيكرمه بعد كده ويكون كويس ويصحى لا طب ما أنا تجنب المشكلة لا أول فالبرفنشن ده مهم جدا الممح اه طبعا مهم جدا اللي احنا الأباء والأمهات يكونوا عارفينه ويأخذوا حذرهم منه كويس جدا وبرضه نحب نطمل الأهالي اللي كل ما بتدينا علاج بدري يعني مثلا قبل سنة 3 سنين المخ نفسه بيستقبل إشارات بسرعة اللي سبستيستي حتى لو موجودة بتكون بسيطة على عكس تشنج العضاء اه على عكس كده بعد كده بتزيد مع الوقت ممكن الطفل يحتاج جراحات ممكن الوطر نفسه يتيبس نعوز نعمل له عملية طالة أوطار حاجات زي كده كل ده احنا فغينا عنه وبرضه هي حاجات بسيطة يعني هتفرق مع الطفل وهتفرق مع أهل الطفل لأن دي حالة بتكون البيت فيها طبعا كله زعلان على الطفل حاجة زي كده انت نورتنا وعسرقتنا والحياة بسطة جدا بأسلوبك الهادئ الجميل اللي طبعا في انجليز كتير بس أنا ترجمت خليكو دايما مع الدكتور